مبدأين طبعاً على مستوى الشخصي كابتا حمدي مش بس معايا انا بعتبره بالنسبية تعلم على انه قبي يعني زي كل البنات اكيد وشاهدتي فيه مجروحة كمدير فني كإصابات مش عادر اقول لكابتا حمدي بيبقى متفاهم قد ايه يعني إصابات البنات اللي محتاجها تأهيل اللي محتاجها راحها ما فيش مشكلة تاخد وقتها اللي محتاجها تحويل برة هو اللي بيجري له هو اللي يكلمنا هو اللي يعني بيعمل اتصالاته عشان اللي محتاجها حاجة تعملها في أسرع وقت فبصراحة يعني هو ما بيأثرش معنا في أي حاجة انا زي بقولك شاهدتي فيه مجروحة يعني احنا بالنسبالي لأ يعني هو طب هو طب في كرة الطيرة يعني لأ شاهدتها مجروحة يا دكتورة بنا اقولي اللي انت عابدت تقول ايه انت هنا في قناة النادي الاهلي طيب هي قالت كلمة كده انت تقول لها ايه طيب انت لقوها لأ منا من الناس البنات المحترمات جدا اللي فهمها في شغلها الحقيقة والدها تخصص ايه علاق طبيعي علاق طبيعي والدها برضو الدكتور عادل شخصية محترمة جدا طبعا طبعا رجل فهم جدا في شغله واكيد هو فرق معها جدا لان هو شاطر جدا ده الخبراته بقى اه ده الخبرات بتاعتها والحقيقة منها لما ابتدت تشتغل معنا سنة عن سنة بتطور نفسيها وبتفهم الفرقة كويس قوي وكتعرف تتعامل مع الاصابات بتاعتهم حتى لو في حاجة صعبة جدا عليها بتسأل برا وتشتغل وتجيب مكتهدة مكتهدة جدا ودقوبة ودي مرايحات كمدرب بالنسبة للاصابات والكلام ده كله طبعا طبعا ترجع لك اللعيبة بفرما التخصص ده بالذات بتاع العلاج الطبيعي لازم يقوم معك حد شاطر وحد فاهم وحد ناشط لان انت بتحتاج اللعيب ممكن لعيب تفقده اسبوعين ثلاثة لا يرجع ترجعو لك في 4-5 ايام والحاجات دي بترفيك قرب الأجهزة يعني انا خدت مع دكتور حسام البراشي لاجي طبيعي بس هو زبال كاول زبال كاول متعصف وحبيب يعني هو كمان من الناس اللي سعت الكابتن حسن شحاته في رجوع اللعيبها بسرعة معه في المتحبة دي بتريح المدير الفني المدير الفني يعني هسهس بالنسبة له ان انت تقوله اللعيب ده مش هيبقى موجود معك مثلا سبعين ثلاثة وبيبقى مشكلة لان هو حطت امال عليه وحطت خطته عليه وطبعا فيه بدائل بس لما بيبقى لعيب اساسي اصلا لعيب اساسي ومهم وانت محفظه وانت مجهزه لما بتفقده بيبقى حاجة صعبة بالنسبة طب ايه الموقف اللي حصل مع الدكتورة منا وانت موجود معها وكت حطت امال كبيرة على لعيب جدتك لا بش هينفع كل امانة حضرتك فقرتني بموقف مهم جدا قول في نهاي افريقيا اندية ابطال الدوري في الفين وتمنتاشر اه كانت في صلت النادي الاهلي بنلعب مع فريق كيني وكسبين الماتش تلاتة واحد وفي اخر كورتين تلاتة ايا الشامي احسن لعيب عندنا واقوى ضريبة عندنا ونزلت على رجلها تلاوت فطبعا انا حطيت ايدي على قلبي خلاص اقوى دا لعيبة عندي اقوى ضريبة مش تلعب معي النهائي وعندي تاني يوم النهائي تاني يوم على طول تاني يوم النهائي مفقاش هزار قلت خلاص بقى وابتدت اجهز خططي ازاي هلعب من غير ايا وكان فريق كورتاج بدأت تخش في قلق بقى اه طبعا خلاص الماتش في اخر نقطتين ثلاتة انا بفكر هعمل ايه بكرة في النهائي بلعب كورتاج معهم محترفة روسية طويلة جدا ولعيبة قوية جدا طب هعمل ايه يعني ايا الشامي ماشاء الله لعيبة قوية وخططنا كلها معظمة في الوقت دا كانت مترتبة عليها طبعا فطبعا اتكلمنا بعد الماتش هي قالتلي يا كابتن ان شاء الله باذن الله حنشوف ونحاول بس انت ايه برضو وعمل حسابك ان هي ايه مش معا ما نمتش بقى انت في الليل طول الليل بقى بنجهز خططنا عن اعمل ايه ونحط البدائل ونلعب ازاي غيرنا التكتيب كله بقى اه غيرنا التكتيب كله ولكن الحقيقة هي فاجئتنا ان هي طول الليل صهرانة معاها وبتعمل جلسيات وبتعمل والحمد لله قدرت ان هي تشاركها تاني يوم ولعبت ولعبت الحمد لله وكانت مميزة في الموصلة وكسبت البطولة ونمت وكسبنا واستريحنا وفرحنا جمهورنا طيب وبعد كده نمت انت واستريحتي بقى اخلاصة ما هي طب من ايه طيب اه طبعا يعني طب احنا معنا بقى ايه الشامي اللعيبة اللي انت كنت عامل قلق وبش قلق وكلام نوع عبيت لك قلق وريحتك في الماتش الاخداني وكسبتك الحمد لله حنشوف ايه هتقول ايه انا اصلا لما اول ما جيت النيزي الاهلي كنت جاي لك كابتال حمزي هو اللي كان يعني متبني الموضوع فطبعا انا علاقتي بيه الحمد لله كويسة جدا وهو دايما الصراحة بيتعامنا كلنا يعني مش حد معين بالعكس هو بيبقى في سبورت لنا كلنا فلا علاقتنا بيه كلنا كأخ كبير قب بيبقى على طول اللي علاقتنا بيه كويسة يعني الحمد لله دايما بقى فاكرة بعد الفاينل بتاع افريكيا احنا كلنا كنا كان هو حتى يعني متأثر جدا ومتدايق جدا احنا كلنا عياتنا اللي التأثروا اصلا ان احنا كنا تخسرنا يعني وكنا عايزين نعمل اي حاجة دي كانت بعده 2017 او اه كنا عايزين بطولة تانية تيجي بسرعة بجد عشان بس نصلحه عشان هو فعلا زعله دا كان مدايقنا جدا فكنا عايزين نعمل اي حاجة لمجرد بس ان هو ما يبقاش متدايق كده يعني ما هم قلبهم عليك اهو بيقولك بيش عايدني يدايقه يعني يعني محبيش بقى يعني انت بتاع معهم كأب كمامش كمدير فني لا اخه يعني اخه اب بالنسبة لاني الاعمار متفاوتة في الفرق يعني